كارثة إنسانية مروعة استيقظ عليها رجال ونساء وأطفال فجر اليوم الاثنين في كل من تركيا وسوريا وهم بين زوج فقد زوجه وأم فقدت أولادها وأب مكلوم فقد عائلته بالكامل تحت الأنقاض بعد أن انهارت المباني على وقع زلزال هو الأعنف على الإطلاق في المنطقة منذ أعوام ورح ضخيته مئات ضحايا فضلا عن الآلاف من المفقودين والجرحة الخبراء يقولون إن هذا الزلزال الذي ضرب تركيا لم يحدث فيها منذ نحو قرن من الزمان بعد فاجعة عام تسعة وثلاثين وتسعمائة وألف وانهارت المباني فوق رؤوس السوريين والأطراق في كارثة فعلتها الطبيعة دون سابق إنذار واتصالا بهذه الكارثة تقدمت القاهرة بخالص التعازي لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري في هذا المصاب الأليم بينما أعدنت الحكومة المصرية عن إرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى سوريا وإلى تركيا سؤالنا في هذا الملف إلى أهل العلم منذ متى وقد اتصلوا بهذا العلم وما هي قدرة خدود العلم في التنبؤ بهذه الزلازل وما هي المناطق التي تقع تحت وطأة ضرباته دون غيرها ماذا لدى العلم حول هذه الأسئلة أهلا بكم نحن في هذا المساء وأنا ثم الحن في أحييكم